بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نشوف مع بعض النصوص. اعتقد ان احنا ما درسناش مع بعض اللي هو نص شباب تسامى للعلى. قبل ما ابدأ. اه. اول ما ابدأ. قبل ما ابدأ. انا طبعا عشان بس تبقوا فاهمين ان احنا كنا لازم ناخد جزء كويس في الأدب. تمام? مع البلاغة علشان نقدر نتعامل مع النصوص. فاحنا عايزين نعرف النهاردة كيف تجيب عن سؤال النصوص. ماشي? كيف نجنيب عن سؤال النصوص. اول سؤال في اسئلة النصوص هو دايما بيسألنا يقولك ايه? او يقول تحديد معنى او مراد في كلمة وردت في سياق النص. تمام? فانا لو ما افهم لازم الاول افهم معنى النص الذي امامي والسياق اللي هو فيه. تمام? وبعد كده ابدأ ان انا احدد. يعني مثال قال الله تعالى في القرآن الكريم قم الليلة الا قليلة. وقال ايضا الشاعر ولا بد للليل ان ينجلي. ولا بد للقيد ان ينكسر. فكلمة الليل في الاية الكرآنية تختلف معناها عن الليل اللي موجودة في بيت الشاعر. فكلمة الليل في المثال اول بمعنى وقت الليل. اما في المثال التاني. تمام? فهي تعني في المثال التاني. فهي تعني انه ايه الظلم. لابد للليل ان ينجلي او الاستعمار. يجب ان يزول او يجب ان ينتهي. دي طريقة سؤال او سؤال من الاسئلة اللي موجودة في النصوص. ممكن يطلب مني شرح الايه النص او شرح ابيات شعر من النص. يعني يكون شرحا ادبيا لفهم المضمون. اولا تقرأ النص بتاني. لازم ان نقرأ كويس قوي. النص اللي مكتوب اماني. كمان تفسر الكلمات من خلال الصياب. افهم معاني الكلمات من خلال الايه الجمل اللي هي موجودة فيها. وعبر بقى باسلوبك. بس مش عملية ترجمة حرفية. يعني مش لازم تبدأ انك انت ايه اه تحط كده كلمة اه مكان كلمة. لا. لازم تم افاهم كويس ان كل جزئية ماشي. ممكن تكتب المعنى بتاعها العام. يعني مثلا. يقول الشاعر لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب. ولا ينال العلا من طبعه الغضب. لان يعيب سوادي فهو لي نسب. عند النزال اذا ما فاتن النسب. فهو لما اجي اشرح البيتين انا لازم اقرأهم كراءة كويس جدا. اقرأ مرة يا شباب. وحاول تفهم معي الابيات بتقول لي. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب. ولا ينال العلا من طبعه الغضب. يعني لا يصل الى المرتبة العالية او منزل العالية اللي في قلبه حقد او ضغين او قرهية للغير. ولا ينال العلا من طبعه الغضب. يعني ما ينال المستوى الاعلى والمكان العليا اللي يكون طبع فيه غضب لإن يعيب سوادي فهو لي نسب يعني الناس اللي بتعيب أنني أسود اللون فهو نسبي عند النزال لما يحصل أي نزال أو معركة تمام هيكون عندي الفوز أقرم وأفضل تعالوا بصوا الإجابة هل لاي الإجابة أن الإنسان ذو المكان العالية لا يعرف قلبه سبيلاً إلى الحقد والغضر تمام ومقياس الحكم على الشخص في الشجاعة والسبات وليس اللون أو النسب تمام طيب ساعات سؤال آخر بيأتي في النصوص المتحررة يقول لي إيه حدد عنوان للنص تحديد عنوان للنص يكون كلمة أو جملة أو سؤال معبر عن النص لابد أن هو يكون الجزء ده جزء جذاب ماشي للمطلق زي مثلا إيه التفاؤل وعلى فكرة كل بكان العنوان عدد كلماته قليلة أو عبارة عن كلمة واحدة كل ما كان أفضل وأحسن مثال أقول التفاؤل أو من مكارم الأخلاق أو من أنت يا نفس فلما نشوف نص مثلا للشاعر أحمد شوقي النص ده في ثلث سنوي اسمه غربة وحنين تمام؟ لما نشوف شاعر يقول وَسَلَى مِصْرَهُ هَلْ سَلَى الْقَلْبُ عَنْهَا أَوْ أَسَى جُرْحَهُ الزَّمَانِ كلما مرت الليالي عليه رقى والعهد في الليالي تقصي راهب في الضلوع لصفن فطن كلما ثرن شاعهن بنقص لما نحدد العنوان المناسب للأبيات السابقة نجد إن الشاعر متلهف لمصر تمام؟ فغربة وحنين إلى الوطن يعني هو في غربة ويحن إلى إيه؟ إلى وطن فبرضو يا شباب عشان أحدد العنوان لازم أقرأ الأبيات قراءة متأني ساعات بيطلب مني تحديد الفكرة الرئيسة والفكرة الفرعية إيه المقصود بالفكرة الرئيسة؟ هي اللي تدور حولها مجموعة من الأبيات أو فاقرة بأكمل وبيكون عبارة عن فكرة فرعية جزئية والفكرة الفرعية دي هي اللي بتكون خاصة ببيت بمفرد يبقى الفكرة الرئيسة يعني إيه؟ الفكرة العامة بتاعت الأبيات تمام؟ لكن الفكرة الفرعية فكرة كل بيت لوحده أو كل جزء من الفقرة النسرية يعني مثلا بيقول حدد الفكرة الرئيسة للأبيات السابق اللي لسه شايفينه دلوقتي الأبيات بتاعت غربة وحنين تمام؟ وحدد الفكرة الفرعية للأبيات الإيه؟ السابق طبعا الفكرة الرئيسة الشاعر يحني لبلاده يبقى دي الفكرة الرئيسة اللي بيتكلم عنه طيب والفكرة الفرعية اللي قلب الشاعر لم ينسى مصر تمام؟ قلب الشاعر لم ينسى مصر طيب وكذلك الليالي تزيد الشاعر عشقا والشاعر يأمل في العودة إلى بلاده يبقى دي كده بيينت فكرة كل إيه؟ كل بيت شاعر من الأبيات اللي موجودة طيب لما نيجي يقول لي استنتج القيم المتضمنة في النص والمغزى الضمني له هاللي بالكم بالنقى دي القيم المتضمنة يعني إيه قيمة متضمنة؟ يعني المبادئ الإنسانية اللي عايز الشاعر يود الشاعر أو الكاتب يأكد عليها يعني المبادئ الإنسانية الخير مثلا التعاون مفهوم الكلام مساعدة الفقراء دي كده قيم أما المغزى الضمني يعني الهدف البعيد الذي يريده الشاعر أو الكاتب أن يوصله للقارئ بس بشكل غير مباشر تعالوا نبصوا معايا كده للأبيات دي يقول الشاعر ولا تكثر على ذي الضغن عتبا يعني الإنسان اللي عنده ضغينة وحق لا تكثر عليه العتاب يعني لا تعاتبه كثيرا ولا ذكر التجرم للذنوب ولا تسأله عما سوف يبدي يعني ما تسألوش عن أي حاجة ولا عن عيبه عيبه لك بالمغيب ماشي متى تكو في صديق عدو تخبره تمام تخبرك الهجوه عن الإيه عن القلوب ماشي فنقول مثلا حدد القيم المتضمنة معنى القيم المتضمنة في الأبيات السابقة زي إيه مثلا زي مثلا التجنب معاتبة الإيه الفقراء تمام تجنب معاتبة الفقراء معاتبة أقصد الحاقدين تمام وعدم الانتباه لكلام الأعداء كل ده بيكون موجود معنا في الإيه في النص ماشي تمام عدم الانتباه لكلام الأعداء خلاص طيب استندج المغزى بقى ضمن الزنوب والأحقاد تقصي القلوب فلا يقبل أصحابها العتاب فلا يقبل أصحابها العتاب يعني الإنسان اللي بيعمل عنده حقد أو عنده آآ زنوب خلاص هو لا يقبل من أحد أن يعاتبه أحد أبدا تمام يا شباب ده كده اللي هو معنى القيم المتضمنة لما يجي يقول برضو سؤال خلي بالكم كل دي أسئلة ممكن تجيلك في سؤال النصوص وأنت مش فاهمه وعايز إيه عشان كده مهمة أوي إن أنا أكون فاهم الكلام ده ويقول لي مثلا التدليل على قضية بدليل مباشر أو متضمن في النص يعني مثلا شاعر بيقول إيه وإني لنجم تهتدي صحبتي له إذا خال من دون النجم سحابه غني عن الأوطان لا يستخفاني إلى بلد سافرت عنه إيابي فدلل على اعتداد الشاعر بنفسه الدليل على إن الشاعر يعني معتز بنفسه وثقته بها بدليلين أحدهما مباشر والآخر متضمن تعالوا بصوا الإيجابة الدليل المباشر تتبه الشاعر نفسه أكن النجم لما بيقول إيه وإني لنجم تهتدي صحبتي له إذا خال من دون النجم إيه سحابه والدليل بقى المتضمن قدرة الشاعر على إنه هو الاستغناء عن الأوطان والعيش منفردا بنفسه بعيدا عن الأهل والأحباب يبقى ده دليل متضمن من ضمن الإيه اللي موجود عندي في النص تمام؟ طيب يجي يجيب لي مثلا يقول لي أحدد أبيات الشعرية أو فقرة لنسلية تعبر عن فكرة يجيب لي هو فكرة ويقول لي هو أنهي بيت من الأبيات بيعبر عن ذلك بيقول لي إذا ما غفرت الزنوب يوما لصاحب فلست معيدا ما حييت له زكرا فلست معيدا ما حييت له زكرا ولست إذا ما صاحب خان عهده وعندي له سر مزاعا له سرا تمام؟ يبقى هنا أي البيتين السابقين يتوافق مع فكرة البيت اللي هو أي البيتين السابقين اللي هو وللسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفض إليه شراب أنهي بيت من البيتين دول يا شباب بيتطفق مع هذا البيت اللي جاي لنا تفتكروا أي بيت؟ أه أه تمام هو بيكلم في البيت هنا بيقول أنه إيه أنه لا يستطيع أي البيتين السابقين ولست إذا ما صاحب خان عهده يعني لو في حد من أصحار خان عهده ماشي فهو إيه عندي له سر المزاع للسر بقى فهو بيقول للسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفض إليه شراب يعني ما فيش حد يقدر ياخد مني أي سر يبقى ده معنى يبقى البيت الثاني هو اللي اعتبر المرافق لهذا الكلام ماشي يا شباب فهمته ده بداية بس كده نتعرف بها إزاي نجيب على سؤال النصوص وهنطبق الكلام ده إن شاء الله من خلال من خلال النصوص بتاعتنا لأن عشان تبقوا فاهمين إحنا فيه نصوص لسه عايزين ندرسها مع بعض وهو نص زي ما أنتوا شايفين شباب تسامى للعلا والعفو مأمول وقيم الحياة الزوجية من أجل حياة كريمة ابدأ بنفسك أداب صناعة الكتاب دي نصوص من الكتاب المقرر وعلى فكرة عشان بل أفهمي شكرا للمشاهدة